حوالي 30% من البنوك المركزية في العالم تخطط لزيادة احتياطاتها من اليوان في غضون الـ 12 إلى الـ 24 شهراً المقبلة مقارنةً بـ 10% في العام الماضي هذا ما جاء في تقرير المسح السنوي للمنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالكية والذي أشار أيضاً إلى أن من بين الدول المعنية بهذا التخطيط نحو نصف الدول الأفريقية التقرير خالص أيضاً إلى أن 20% من البنوك المركزية تخطط لتقليص احتياطاتها من الدولار الأمريكي في غضون الـ 12 إلى 24 شهراً المقبلة وـ 18 أخرى تخطط لتقليص احتياطاتها من اليورو خلال نفس الفترة أيضاً فيما تخطط 14% لتقليص احتياطاتها من السندات السيادية في منطقة اليورو هذا وأعلنت وزارة المالية الروسية في وقت سابق من الشهر الجاري أنها انتهت من تعديل هيكل أصول صندوق الثروة الوطنية حيث تم خفض حصة الدولار الأمريكي من 35% إلى 0% وخفض حصة الجنيه الاستريني إلى 5% وزيات حصة اليورو واليوان على التوالي إلى 39.7% و30.4% ترجمة نانسي قنقر